جينير هي واحدة من أقوى وأشهر الروايات الإنجلزية كتبتها الكاتبة الإنجلزية شارلت برونتي وتم نشراها في لندن سنة 1847 هنسمحها بالإنجلش وبالعربي هي من تسع أجزاء وده الجزء الأول الجزء الأول الطفولة اسمي جينير وتبدأ حكايتي لما كان عندي عشر سنوات أنا كنت عايشة مع عمتي ميسس ريد لأن مامتي وبابايا كانوا ميتين ميسس ريد كانت غنية جدا وبيتها كان كبير وجميل لكن أنا ما كنتش سعيدة هناك أبناء عمتي الثلاثة اللي اسموهم إليزا وجون وجورجيانا كانوا أكبر مني في السن كانوا بيسخروا مني ويديقوني وما كانوش أبدا بيحبوا يلعبوا معايا كانوا أحيانا أسين جدا علي أنا كنت بخاف منهم أكتر واحد فيهم أنا كنت خايفة منه جون ريد هو كان بيحب يخوفني وخلاني مكتئبة جدا أنا غالبا كنت باستخبى منه في قوضة صغيرة أنا كنت بحب أتفرج على الصور اللي في الكتب الكبيرة في المكتبة اللي هناك حسيت بالسعادة والأمان في قوضة الصغيرة في اليوم ده لأني كنت عارفة أن جون وإخواته البنات كانوا معمماتهم لكن بعد كده جون حسب الملل وقرر أنه يدور علي فزعق وقال أنا فضلت هادية جدا واتمنيت أنه ما يلاقنيش لأنه هو ما كانش واجزكي لكن أخته إليزا اكتشفت أنا كنت مستخبية فين راح تمندية أهيا هنا here she is she called وأنا اضطريت أن أخرج and I had to come out جون بتسم بتسام الشريرة لما شافني جون grinned unpleasantly when he saw me انت عاوز إيه what do you want I asked him خلانا قف قدامه he made me stand in front of him وبحلقلي بعينه الوقت طويل he stared at me for a long time وبعدين فجأة راح ضربني and then suddenly he hit me يلا خوري قوة في جنب الباب now go and stand by the door he said ساعتها أنا كنت بجد مرعوبة now I was really frightened وعرفت أن جون ناوي على الأزية I knew that John was going to hurt me أنا رحت وقفت قرب الباب I went and stood near the door أنا بقى هعلمك إزاي تأخدي حاجتنا أصدق على الكتب I'll teach you to take our property said John Reed ورح ماس الكتاب كبير تقيل and he picked up a large heavy book في الأول ما كنتش عارفه هو هيعمل إيه at first I didn't know what he was going to do وبعدين راح رافع دراعه then he lifted his arm وعرفت أنه هو هيرمي الكتاب علي and I realized that he was going to throw the book at me حاولت النفلة من طريق الكتاب لكني كنت متأخرة جدا I tried to get out of the way but I was too late رمى الكتاب في خط مستقيم ناحيتي he threw the book straight at me الكتاب خبطني في راسي it hit me on the head فرحت وقع and I fell وزعقت أنت وقت شرير وقاسي you wicked and cruel boy I shouted أنت لاب تحب تأذيني why do you want to hurt me لمست راسي I touched my head كان عليها دم there was blood on it فصرخت وقلت شايف اللي انت هببته look what you have done I cried كلماتي خلت جون أكثر غضبا يعني خلته يتعصب علي أكتر my words just made john reed angrier راح جيري علي بطول القوضة he ran across the room towards me وابتدى يضربني تاني وتاني and began to hit me again and again أنا كنت مرعوبة جدا فروحت ردت له الضرب I was very frightened so I hit him back مش عارفة بقى أنا عملت إيه لجون بس الضربة عورته I don't know what I did to john reed but it hurt him فابتدى ينادي على مامته ماما ماما he started to call for his mother 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 من فضلك اشترك في القناة mrs reed سمعت الدوشة وجات عالقوضة بسرعة mrs reed heard the noise and hurried into the room وما كانش باين انها شايفة الدم اللي بيجري على وشي she didn't seem to see the blood which ran down my face Jane Eyre انت بيت مفترية Jane Eyre you are a bad girl she cried لت اضربي جون الغلبان المسكين ده دايما كان طيب معاك why are you hitting poor john who is always so good to you محد تسمعني لما حاولت اشرح اللي جون عملوا معايا no one listened when I tried to say what john had done to me mrs reed أمرت اتنين خدم انهم ياخدوني من هنا mrs reed told two servants to take me away خدوها القوضة الحمرة واقفلوا عليها الباب take her to the red room and lock the door she told them القوضة الحمرة كانت بردة وعتمة the red room was cold and dark واحد من الخدم قال لي ان جوز mrs reed مات في القوضة دي a servant had told me that mrs reed's husband had died in the room محدش ابدا بيروح هناك في الليل يعني في القوضة nobody ever went there at night انا كنت مرعوبة جدا i was very frightened صرخت لكن محدش جالي i cried for help but nobody came ارجوكم الحاوني please help me ما تسيبونيش هنا الوحدي i shouted don't leave me here alone محدش جه nobody came وعدت عيط لفترة طويلة i cried for a long time كنت مرعوبة اكتر مع كل دقيقة بتعدي علي i was more terrified with every minute that went by وفجأة كل حاجة بقت سودة then everything suddenly went black واعتقد انه اغم علي يعني فقدت الوعي and i think that i fainted ومش فاكرة اي حاجة بعد كده i remembered nothing after that لما صحيت لقيت نفسي في السرير بتاعي ودي يا جماعة معناه ان حد شالها وخدوها على قضتها ونيموها على سريرها when i woke up i was in my own bed راسي كانت وجعاني يعني مصدعة my head was hurting الدكتور كان قاعد جنب السرير the doctor was sitting beside the bed حسيت بفرحة كبيرة لان محدش تبع عالة reed كان في القوضة معايا i felt very glad that someone who was not part of the reed family was in the room with me رح تسألت الدكتور هو انا حصل لي ايه what happened to me i asked him الدكتور رد انتي تعبانة يا جين you are ill jane the doctor answered الخدام بيقول انك بكيت كتير the servant says that you have cried a lot ليه بكيت كتير كده why do you cry so much انا ببكي لاني تعيسة i cry because i'm miserable i replied الدكتور كان شكله محتار وبيفكر the doctor looked puzzled سأل الخادمة ايه اللي خليها عيانة كده مبارح what made her ill yesterday he asked the servant عصلاها واعت يا فاندم ده كان رد الخادمة she fell sir was the reply انا بقى ما قدرتش اضيع الفرصة دي i could not waste this opportunity كنت عاوزة الدكتور يعرف الحقيقة عن حياتي مع ميسس ريد وعيال عمتي i wanted the doctor to know the truth about my life with mrs reed and my cousins انا ضربوني ووقعوني i was knocked down i said لكن مش دال لي خلاني عيانة but that did not make me ill انا تحبست في قضى برده مع التيمة لغاية بعد غروب الشمس يعني لغاية الليل i was shut up in a dark cold room until after dark الدكتور صرف الخادمة يعني قال لها اتفضل امشي the doctor sent the servant away وبعدين سألني هل انت حزينة مع عمتك وعيالها and then he asked me are you unhappy here with your aunt and cousins ايوة انا مكتئبة جدا yes i am i told him i'm very unhappy الدكتور بصلي بعاطفه وقال لي مم فهمت the doctor looked at me kindly i see he said would you like to go away to school ايوة احب oh yes i think that i would i answered الدكتور بصلي تاني لفترة طويلة the doctor looked at me again for a long time وبعدين نزل السلم علشان يتكلم مع mrs reed and then went downstairs to speak to mrs reed بعدها بشوية اكتار mrs reed جات تشوفني وقالتلي انها قررت انها تبعتني المدرسة much later mrs reed came to see me and told me that she had decided to send me to school بعدها بأيام قليلة تركت بيت عمتي عشان اروح المدرسة a few days later i left my aunt's house to go to school وكنت عارفة انو mrs reed وعيالها كانوا مبسوطين اني مشي من عندهم i knew that mrs reed and my cousins were glad to see me leave وما كانوش عاوزيني ارجع لهم في الاجازات they did not want me to go back for holidays انا عشت معاهم فترة طويلة على قد ما افتكر i had lived with them for as long as i could remember لكني بجد ما كنتش حزينة اني مشي من عندهم but i was not really sad to leave يمكن اكون مبسوطة في المدرسة perhaps i'll be happy at school انا اعتقدت وفكرت i thought يمكن الاقي حد يحبني maybe there will be someone who likes me يمكن الاقي اصحاب هناك i could find some friends there لو عجبك الجزء الاول وعاوز نعمل الجزء التاني فما تمشيش قبل ما تعرفني في التعليقات ومهم جدا انك تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة